اشتركوا في القناة 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 شكل الدب هيدا كتير بتملي كتير بتنصح وكتير بتاكل من الجسم يعني يلي ما بيعود تبين الجسم أصلا مش بس بتاكلوا للجسم مش بتاكلوا منه بتاكلوا أكل البتي تاي تبعد عنها حتى لو بيجوا بقولولي يغنوا فينا نلبسها جاكات قصيرة ما فيني قلك لا ما تلبسي إذا أنت حابة بس ما رح تعطيك الإطلال اللي أنت حاببتها أو الجو يلي عم تبغي عليه هيدا الترند بدأ أشخاص طوال رفاع وبدأ شتي آسة يعني نحن الشتي عنا ما بعرف سني كيف رح يكون بس أنه ما بيحمل هالأدة سماكة بالكوت يلي بدنا نلبسه إلا إذا عايشين بالجبال كتير يعني منه أساسي بفضل نروح على لقطع الكلاسيكية يلي عايز يشتري السنيك هل يمكن منقبلها على مشاهير مثلا فيتين على إيفانت في راد كوربت حتى لو بالشتي بيكون بمطرح هيك مغلق بس بتشلح بعدين منشوف فور شوتينج ما هيك؟ وحطتها على الكتاف بس مش أكتر من هيك بشوف مايا دياب في يوم مثلا برافو حلو وطويلة لأن هي مرة هيك كانت بمصر شلحت وبيّن طويلة وبيّن جسمها وحتى يعني مبيّن أنه هو اللي مليها بس الأشخاص العادية اللي نحن ما معاودين عليهم عم نلبس بأيامنا العادية يعني جد بيك بيخفيلها الجسم مش بيأكله عادية اوف 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 تحضر مش كأن شوي ريترو يعني إذا بنرجع لنقشات تبع تيتا هلأ رح يطع التيتا كمان نحن طلعنا من تبع التيتا هي دولي النقشات التويد يلي دخلوا لونين هون رجال عم نحكي؟ يس هون رجالي مش كأن بيلاك تفضل تحضر لا مش أنا سعر أوكي للشو بس أنه رح نبلش نشوفون ممكن نحن نستفيد بس من البليزر يمكن أنت تروح على أول بليزر اللي هي لونة جري لأنه أكيد عن قريب كتير مهضومة وكتير حلوة ومع الجيل هل دولي البراند كتير بيكبوا بالدعايات تايما الشو مش مش بمجتمعنا يعني رير لي لحدا يطلب مني هيك أوتفت أنه يقدر اشتري له إيها قطة يلبسها فل ممكن نلبس البانت بقول ممكن يلبس البانت بس على شي يني من فوق أكتر لن ركزه وآخر بليزر اللي شوي بافي بتمشي لأنه هي مثل كأنه هيك عليها مش حاتم من الفابريك كل الفكرة أنه عم بيروجوا لهيدا النوع من اللقماش واللي جديد هو اللي زرية اللي محطوط على الجاكات ما كنا نشوفهم قبل رح نبلش نشوفهم حتى بالجاكات الأونية رح نبلش نشوف عند الشباب أنه عندها هيدا اللي زرية اللي بيحددها مثل ما بيقولوا كمان لمع للشباب كمان أمشيت لمع للشباب بي ألوين بس لش عملك عن جلد أصلي لا هيدا الأمشة مانا جلد هي أمشة بتحس كيف البابير الألومينيوم عم بعطي أكزامل بس هي مش هيك كيف البابير الألومينيوم شوي فروسي وكيف ما تبرم بتموج ألوينها يعني ساعة بتشوفها غامقة ساعة فاتحة انت درجة سنت الماضي شوي سنت الماضي شوي شوي السنة عم نشوفها كتير الليديز أكتر عند الألويننا أكتر الشباب رايحين على براون على برونز على ميال على كاكي كمان ودرج الساك للشباب هلأ ركبوا مقلتوا لو أي علامي كيف حامل ساك لا بس هو هيدا المودة لو أي آيكن بالمودة لاحق مضبوط للمودة مضبوط أنا بحب هو شو عم بيعمل تحديد أنه بيلبق له بس عم بحكي عم بشوف الردات الفعل كنت بدي أقليك شغلي على قصة لأن مرتين قلت أنه بنزلوا بضاعة بكبه بضاعة بس ما بتمشي عنا مرة حضرت انترويو لأحد الديزاينر بيقول أنه أنا مش كل شي بنزله باسمي هو للناس تلبسوا بس تفرجيهم إبداعي وعندي يعني إذا بدي الجام تانية أو لاين تانية بيقدروا ياخدوا منها بس هيدا بيحطها هو عارف أنه ما رح تمشي بس أنه عم بيعمل دعاية عم بيعمل دعاية كل الديزاينر كل الديزاينر تقريبا هيك يعني بتكون الجام أنا نفترض عشر موديلات عم بعطي إيجزامبل في سبعة منهم بس للرنوي والباقي كله ونرجع ونعمل عليه تعديل تاين لبس بالحياتنا العديد وعملنا هيدا الخطة ونقزنا الناس نقف نزلت بيانت وهلأ وين لقماشي يلا بعدنا بالقماشيات يلي كتير فيهم موديل جيومتريك كارويات بقى البعض لينز بقى البعض ألوان عكس بعضة يعني أحمر مع الأورانج أورانج مع الأصفر حتى لو ألوانهم دافية من الفلاشة طبعة الصيفية بس هي الألوان يلي عم تركب مع بعض يعني أزرق وفوشية بالنص إذا بتلاحظ ومن بيناتهم في على حديث التاتا اللي هو كانوا يسموه بالزمان تير 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 نازل التير شفني سنت الماضي بس سنة كتير 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 بقوة عشارت وعلى تنورة أصيرة وتنورة طويلة على بلايزر أصيرة أو كات من القطع يلي كتير رح نشوفها مع جلي أو بلا جلي العنمال بران كل سنة بينزل السنة الألوان اللي مغيرة يعني البلو مع البلو وشوي تاتش جري واللافندر أو الموف يلي شتوي عامين ميكساش بين بعضهم وعم بينزل بهيدا اللاين اللي بيحبوا الأنمال برانت رح ينبسطوا بالموضة السنة لأنه ألوانها كتير حلوة غير أنه كل سنة منشوفها أنا حبيت اللي تحت الموف اي اي اوكي في وحدة بلو كمانا في شوية هلأ اوكي مشات يلي تستوحى من الطبيعة اوكي غير الأصات هلأ الكات آوت والكم الطويل والفتحة يعني تعودنا عليها من الصيف هلأ عم جاء يفوتوا فيها بالموسم الشتوي مع كمام او كم اي كم لا بس هون الفكرة أنه هني عم بيستوحوا الألوان الريكزي الريئة من الطبيعة الشتوية إن كان من الصحراء إن كان من المناطق اللي وراء الشجر بيصير لونة بني على محروق على أحمر غامي على أصفر ريئة بسو هاي دي الموجة تبعا ماشت الطبيعة نعم اخذينا من الطبيعة كمان بي ونحن على غير ستيل بعدنا بالأصات بالأصات بس عم نحكي عن ستيل يلي ماشي لعب الدور يعني إذا إذا بتحس السنة كل المودة عم تركز إنه أنا بدي أشتغل على أمشات أتقل مرأنا بمرحلة كنا كتير خففنا بالأمشات وصرنا كول وكل شي بيقطع وكل شي بيمشي عم بيروحوا الديزاينر يرجعوا أكتر ويطبقوهم بمشات تعطي كلاسينس أكتر باللبس بس يعني بمقابل ماشي تقيلة عم بيكون التصميم سامل يعني عم بيرجعوا يركزوا شوي يعني أمشوف هوني هيدا كتير لذيذ ومهضوم هيدا شميز وتحته شارت آه أوكي بس أنه سامل بس اللقماشي والنقشي تبعها النقشي كمان أبعت فيها إيه لأنه الألوان اللي فيها هي يلي مروقتها وإذا لحظت الأوتفت يلي تحت ملبوسة على بوطسي زيتها بس فوق لون وتحت لون لابسينا بطريقة أنه أنا فوق فيني بس نص الشميز كون مبكلة والباقي تركته وهوني لابستها مثل كأنه هي سير شميز وتحتها دي بردر بالقطع يلي تحت بعد عنا كتير بعد عنا دقيقتين آه إيه بعد عنا دقيقتين حكينا شوي عن اللي بدي أحكي بدي أحكي عن الأكتاف العريضة أوكي كتير 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 درجة وكتير اللبسة وكتير تقبلوها على ألوان أوني ما أخذ بعين أعتبار كل جسم يعني أكيد اللي كتير فعرات تبعد عنها بسأنه اللي كتير فعرات نعمين وحتى لو كانت كرون دو بس جسمها متناسق بكتير صغار أكيد تروح عليها وبعدنا بفكرة أنه نحنا منسر من عند البوي أفكر يعني السنة الماضية أخذنا جيلي السنة الكرافات اللي قطعت يعني إذا كانت كرون دو ما بيأثر بس ما بتصير يعني الكمام أطوال ما بتصير الطاية طبعة أوسعة من هون لا لأنه هي كتاف عريضة بس نسنتر أوكي يعني هي بس أنا ألاحظ أنه هي مش إيبولات نعطي إيبولات غير هي موديل الكتاف عريضة وكبيرة تتوقف تتوقف لأميش فينا نحكي بعد عن الفلاورز الكبيرة كتير درجة الفلاورز كبيرة على التياب يعني هيدا يونيفورم كتير مهضوم بانت و جيلي الفرق بين السامبل وبين هيدا أنه موديل الوردة نفس الشي بالكب مع الديزاين كتير درجة نلبس وردة واضحة وكبيرة أوكي طيب عندي سؤال مثلا مثل هيدا بيننبس فوق منه هيدا النيل وهيك مثل الدب هو هو هيك اسمه بينحط بينحط فوق منه فوق منه لأنه مسنتر جسمها ومبين بس هيداك لأ أكيد لأن صار في عنا نووي شي كاب الكاب دجا اخد اخد موديل وإيديين ما بعد فين نلبس مثل ما لاحظني يعني شفنيهن بألوان موحدة ما فين نقشات في منهن بيجو ريي على لونين وفي منهن بيجو موناسين يعني مع هو كمان بس هلا ما بتمشي بس نزلت طيب أوكي موامريك أنا يلا بس الجينز 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 جينز ايلا اركزت كتير على جينز وعندي سؤال قلولي تأسألك ناسي سلامت ها هيك سلامت عجلت عم بتطلع كل الوقت انه هي فتورة نو نو هي مدروزة مدروزة هيك وعلى فكرة اخد كتير سكسي من هيك لفتت لهم كلهم عم بيسألو كيف ركبت الألوان يا عمي والله هي جاية هيك بس بدك الجرأة انه الشخص يحب هيدا الستيل ويلبس انه مين بيقول مية بالمية روزو روزو روزي لك على كل حال مرسي مرسي شو بعد عنا اخر صورتين نختم في الجينز نركز على الجينز حتى للشباب جليات شميزات سير شميز جاكات عن جين واكيدة بنا نركز انه ننتبه قصة للجينز اللي تلبعنا مش انه نجحت وما زبط عجسمنا منلبسها ننتبه له اوكي وبعدين بيصير يعني الزكة والشطارة والاستشارة شو مع الجينز مع الجلي مع الجاكات بحب بدي عشر ثواني بس تمام نطلع من موضة السيلفر لمية اوكي سيلفر لمية كتير دارج وذهبي لمية كتير دارج بس السيلفر طاغي عالذهبي اوكي وكل شي على التيب بلمع وترتل وبايات بعده موجود استفيدوا من قبطعكم ما منعف لأي مده راح نضلنا نشوف عظيم فإذا هول هني أفكارنا خميس الجاي شو خميس الجاي ماني هون سيفرة سوري للي بعده بسلامة مثل ما انت عطيت معلومة ما بعرف هلأ قديلة بس أنا هيك وصلتني المعلومات انه راجعين دارجين فانطالونيت البنس للشباب لا كيف لا مش دارجين لوحدهم مش في لبنان هيدا اللي خبروك على الالفين واربع 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 بلشنا نشوفهم بس بعضهم مرفوضين يعني كتير ديزاينرز بيحكوا بالفكرة ما عم بينفزوها لأنه معروفة انه البنس الظاهر بيملي وكل العالم عم تركض لتنحف حاله سو قد ما فينا نبعد عن البنس أو إذا بد يكون معمول بد يكون لميلة مش ظاهر للعين يعني مخفى لجو لا يزبط بس اللي راح نشوفه هو ما بقى البنت السلم أو الستريت بلشنا نشوف فوليم بالبنت والكارغو بالبنت للشباب كتير دارش حتى بالمناسبات الرسمية مية بالمية يعني نزل نكون عنها يعني أنا أعتبر أني سابق عصري ويسسا ويسسا من هيك عم بقول تألي جنوة نعم بالموضة تنكي لك غنوة ما في شك إلي لأ قد ما بقدر قد ما الإمكانية تبتسمع تنكي لك كانت كتير حلوة الفقرة اليوم هي كلها حياة الألوان وموضة إن شاء الله يعني كل الناس يكون عندها قدرة على قليلة قطعة من هل قطعة تنحس حالنا عن نتجدد عن واكب الموضة لأنه بقطعة أنا هيك بعتمد قطعة قطعتين بموسم بس تحس حالي أني مهمش حتى يمكن لو قدرت البستها مرة أو مرتين ماكسيموم هي القطعة أنا بقول لهم الشوپنج مورفين للجسم تحس حالك وأنا مبسوطة اليوم صح يعني إن شاء الله كل أيامنا منكون مبسوطين بلشت قلت المشاهدين الابتسامة كتير مهم نبلش فيها نهارنا ونختم فيها نهارنا ونودع فيها الناس اللي منحبهم والمشاهدين الأوفي اللي بينطرونا من يوم ليوم من 8.5 إلى 11.5 بيوم جديد بكرة كمان أنا بعطيكم موعد جديد سبتوا أحد شكرا لكل فريق العمل ربيع رينا إلي بشير كريستي حسين إليتومة وسيمون باخوس مني ومن ناي سحاب لكم أطيب التحيات باي باي